يا أهلا وسهلا فيكم مريت على هذه الساعة المبهرة والجميلة ساعة مكة المكرمة وقلت خليني أعطيكم بعض المعلومات على السريع عام 2008 أمر الملك عبد الله الله يرحمه في بناء ساعة مكة اللي كلفت ثلاثة مليارات دولار كان الملك عبد الله يسرب على هذا المشروع بنفسه لذلك ما طولت كثير ست سنوات البرج مع الساعة بناء ساعة بهذا الحجم تحدي كبير للمهندسين لأنها أكبر من أكبر ساعة لساعة لندن بخمسة وثلاثين مرة خيلوا قطر الساعة المينة طولة أربعة وأربعين متر ولهي وجه واحد أربع جهات عقرب الساعة الطويل طولة ثلاثة وعشرين متر لازم يساوونها بهض خامة حتى تنشاف الساعة من أماكن بعيدة جدا في مكة أيضا كلمة الله أكبر اللي موجودة فوق الساعة هي أكبر كلمة تكبير موجودة في العالم حرف الألف يبلغ أكثر من عشرين متر تقريبا أربع وعشرين أو أربع وعشرين اللون الذهبي اللي موجود على الساعة في المينة والزخارف وساعة بشكل عام الناس ممكن تفكره صبغ ذهبي لا الموضوع أعقد من كذا الأدان هذا يبث من فوق البرج من عند الهلال باستخدام أفضل السماعات الموجودة على الإطلاق حتى يسمعها الكل نرجع لللون الذهبي اللي هو عبارة عن قطع ألف سيفساء الذهبية وتصنع في مدينة البندقية في إيطاليا شركة الإيطالية المصنعة للقطع الذهبية انهبلوا لما جاتهم طلبية الساعة لأنها أكبر طلبية في تاريخهم شيء ما عمره حصل بقية أجزاء الساعة صنعت في أماكن مختلفة حول العالم في تركيا في ألمانيا أماكن عديدة فالمشروع مبسيط والآن بعطيكم معلومة أخيرة عن دقة هذه الساعة حتى نجعل توقيت مكة المكرمة توقيت عالمي ينفع المهمة الإسلامية القاملة نحتاج ساعة دقيقة جدا 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 لذلك ساعة مكة المكرمة تعتمد على ساعة ذرية وهي الأدق في الكون نسبة الخطأ في هذه الساعة هي ثانية واحدة لكل 30 مليون سنة في أدق من كذا